يعني في موضوع جريء كده ويمكن حضرك ذكارت جانب منه جزء خاص بوحدة الوجود ويمكن ده يتحاشى الحديث عنه في الإعلام ولكن بما أننا في مقام الوسطية ومقام المكاشفة فيتحدث البعض ممن يحسب نفسه على الصوفية أو يحسبه الناس على الصوفية أنه يعني بينه وبين الله شيء ما ثم يتحدث عن أنه قد تحل به روح الله وكذا وكذا أشياء من هذا القبيل يعني لا أريد أن أذكرها في تفاصيلها لكن يعني حضرتك مولانا وأدرى بكل هذا وهناك من يصدق وهناك من يروج وهناك من يفعل ويقول هذا الثلاثة مقامهم إيه في هذه النقطة فلا الحلول ولا الاتحاد ولا وحدة السوء من دعوتي ما فيش في التصوف الكلام ده وهم يتهموا الشيخ موحدين بن العربي بهذا إنهم ما فهمهموش هي وحدة الوجود ببساطة اللي بدعها هذا ده جاهل ما فيش حلول ولا الاتحاد ليه لأن القديم قديم والمحدث محدث الخالق خالق والمخلوق مخلوق هو وحدة الوجود ببساطة شديدة كالآتي أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله لأن الموجود هو الموجود بذاته أما الموجود بغيره فليس له وجود على الحقيقة يعني الموجود على الحقيقة هو اللي موجود بذاته لكن أنت موجود بغيرك يعني من الذي أوجدك؟ الله يبقى ليس لك وجود على الحقيقة قال مولانا بن عطاء الله السكندري وهو من أهل السنة والجماعة المعروفين قال تلميزي المرسى أبو العباس قال كالظل فالظل ليس له وجود بجميع مراتب الوجود وليس معدوما بجميع مراتب العدم الظل ما ليس وجود في ذاته ليه؟ أنه ظل للشيء لو الشيء ده مش موجود حبقى الوجود طيب وليس معدوما ليه؟ لأننا مراه فلابد أن تثبت له حكما قال فهل يمنع السفن من التسيار وقوع ظلال الأشجار على سطح الأنهار؟ هكذا وجودنا في وجود الله هكذا مشيئتنا في مشيئة الله هذه المسألة ببساطة لكن أنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة يحل المشكلة الطلبة في الأزهر الصغيرين بيتعلم إيه؟ أنه لا فعل على الحقيقة إلا الله مش إحنا بنقرأ في القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يبقى في غيره قولك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اللي رمى على الحقيقة هو الله يبقى أنا أثبت الرامي وأؤمن بما قال الله سبحانه وتعالى بس عشان إحنا مش في الدرجة دي فمش عارفين هيبقى عندنا الإثنينية شايف محمد هو الذي رمى ولكن أؤمن بما قال الله ولكن الله رمى طيب لأن الفعل على الحقيقة فعله طيب هل في فعل من غير وصف؟ الوصف وصف هل من خالق إلا الله؟ ونعم بالله يبقى هو الخالق يبقى هو الوحيد الخالق يبقى هو الوحيد المبدع يبقى هو الوحيد العليم يبقى هو الوحيد الموجود طيب أنا أليس لي علم؟ أليس لي إبدع أنا كبشر؟ أليس لي؟ أليس لي؟ لكن الحقيقة إيه؟ لو لم يكن هو طيب ذاته بقى أدي الأفعال وأدي الصفات طيب الذات هل في من موجود سواه؟ أدي مثالاً ببساطة اللي فصارها بقى هو ربنا يهدينا ويهدينا